شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزيابنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في اجتماعات اللجان الدائمة وورش العمل والمناقشات العامة التي تقام ضمن أعمال الجمعية العامة الثالثة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي نعم سجلت الشعبة البرلمانية حضورا إيجابيا وفاعلا من خلال إبراز المنجزات الوطنية والنجاحات التي تحققها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة خصوصا في مجالات التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف وتطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة إلى جانب التقدم المتميز الذي تحرزه المملكة في تقدم المرأة البحرينية والشباب والحوار بين الأديان والتعايش السلمي أعربت الشعبة عن الفخر والاعتزاز بتجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال مكافحة جائحة كورونا والتي جاءت نتاجا لجهود مخلصة وعطاءات كبيرة من فريق البحرين بقيادة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء أشرت الشعبة البرلمانية إلى أن المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية تعتبر فرصة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب مع برلمانات دول العالم إلى جانب إبراز مسيرة النهضة الشاملة التي تسخر بها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفتح